بسم الله الرحمن الرحيم احنا داخلين عالم الطيار الكهرابي وعالم الجهد الكهرابي وعالم المقاومة فلازم يكون عندنا خلفيات وارضيات صلبة ان احنا نوصل المعلومة يعني الولد تالت اعدادي طلع عندي اول سنوي دخل تخصص تركيبات ومعدات كهربية او تخصص حاسبات او تخصص الالكترونيات فبالتالي بيتعرض لبعض المصطلحات ممكن يكون عدت عليه في فترة طويلة وهو في حياته المرحلة الابتدائية والاعدادية لكن احنا اكدنا على حاجات معينة مع بعضنا لو تفتكروا اول ما تكلمنا في أسيات الهندسة الكهربية تكلمنا عن المقاومات والطيار الكهرابي والجهد الكهرابي واشتغلنا توصيل مقاومات توالي وتوازي النهاردة ان شاء الله هنكمل السلسلة دي بتاع الدوار الالكترونية والكهربية مادة الاساسيات هنشتغل على حاجة اسمها المكسف الكهرابي احنا لما نتعرض لكلمة مكسف الكهرابي ممكن يكون شوفناها كتير اوي اوي في حياتنا يعني شوفنا المكسف ده هو ممكن يكون شوفناها في البردة بتاع الغسالة في البردة بتاع التلاجة شوفناها في بعض الاجهزة الكمبيوتر شوفناها ده بالعاكد هو في الكمبيوتر شوفناها في الشاشة ايا كان نوعها وايا كان ماركتها ماشا عندنا المكسف نفسه داخل في حاجات كثير جدا زي ما قلت من شوية ان هي داخل في الشاشة داخل في الكمبيوتر داخل في الموبايل بتاعنا يا مستر الكلام ده حقيقي هل فعلا حاجات دي انت بتقول لنا الكلام ده فعلا موجود اه بشوفناه في الموبايل بتاعنا المكسفات على قد ما انت شايفة او على قد ما انت تعملت معاها بتبقى موجودة عندي في الموبايل بتاعي وهديك مثال صغير مثلا لو انت مثلا بتصور في الظلمة او عايز تعمل فلاش طبعا الموبايل بتاع حضرتك لما بتيجي تروح جايب ضغط على الكاميرا كده وتروح جايب اعمل صورة فلاش او فيديو فلاش ايه اللي بيحصل بتلاقي فيه نور طلع كده او واميد طلع من الموبايل الواميد ده هو اللي شغله لك المكسف هو المكسف لمبة لا مش لمبة المكسف ده وظيفته الاساسية في الدارة الكهربية بيحفظ ويخزن شحناه فهو هياخد من البطارية شوي الطيار هيفضل متخزن عند الطيار ده لغاية لما نستدعيه بالفلاش بتاعي واضغط على فلاش يروح جايب اعمل نور كده في الاوضة بتحتي او عامل فلاش كده للكشاف او عامل فلاش للكاميرا كل ديه طاقة كهربية مختازنة الوحيد اللي يخزن الطاقة الكهربية عندي في الموبايل وفي اللاب وفي الكمبيوتر وفي شاشة التلفزيون المكسف فالمكسف ده يعتبر عنصر مهم جدا 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 في حياتنا لانه ما دخل الالكترونات عندنا او دخل في علم الالكترونات الالات كلها تغيرت رأسا عن عاقب اول ما اخترع المكسف ده مكسف ده مكسف ده كانت صعب جدا ان انا اخزن طاقة عندي او اخزن طاقة واشيلها في اللاب او اخزن طاقة واشيلها في الشاشة عمل ايه بقى المكسف ده ظهوره اصلا انجاز للكهرباء والطاقة الكهربية فبالتالي عزز من موقف الدارة الكهربية واكد عليه المقاومات كان لها دوره اتكلمنا عنه في حلقات سابقة المكسف النهار ده دوره كبير جدا لا يقل اهمية عن المقاومة فالمكسفات الكهربية كتعريف لها هي حاجة كده بتحفظ الطاقة الكهربية الحاجة دي عاملة زي البرميل الصغير كده او زي الحلة اللي في المطبق كده بس على حاجة صغيرة الحلة دي وظيفتها تشيل مية تشيل طبيق تشيل اكل او المكسف بيحنا بنحطه عندنا في الدارة الكهربية عشان نحفظ فيه ونخزن فيه الشحنات الكهربية التي تستدعى لو هصور حاجة في الضلمة بيعمل فلاش لو عايز طاقة مختازنة في حاجة معينة في دارة كهربية عشان تشغال لي مفتاح او تشغال لي لمبة او تشغال لي اي حمل كهرابي بس تدعيها عن طريق المكسف فالمكسف اهميته يعني اهميته انا بعتبارها اهمية مهمة جدا جدا في البردة بتاع التلاجة في البردة بتاع التلاجات اللي هي تشتغل بالتاتش في البردة بتاع الغسالة الاوتوماتيك في الغسالة النص اوتوماتيك موجود بكسرة جدا في خطوط الانتاج في المحركات لانه وظيفته مهمة جدا في المصانع الكبيرة انه بيحسن معامل القدرة والحاجات دي ان شاء الله في سنة تانية او تالتة هنقرب اول مكسف لكن النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة كده المكسف بيتركب من ايه انواعه ايه بوصله في الدائرة ازاي واهم حاجة لو انا عايز قيمة كبيرة للساعة اوصله توالي ولا توازي هنشوف مع بعض الكلام فاول جزء هتكلم فيه النهاردة ان شاء الله في حلقتنا عايز بقى الناس تبقى مركزها معايا الطلبة الشطار بتبقى جاهزين كده وبالاسئلة بتاعتهم واقول حاجة مهمة جدا ان احنا عندنا المكسف لما جاء عرفه اقول هو عبارة عني عبارة عن لحين من المعدن بينهم مادة عزلة لحين من المعدن بينهم مادة عزلة يبقى ممكن يصنع من اي معدن تمام والمادة العزلة دي ممكن تكون ورق ممكن تكون بلاستيك ممكن تكون هوا ممكن تكون سيراميك ممكن تكون مادة الميكا اي مواد عزلة توضع بين اللحين فده تعريف المكسف وليه طرفين طرف سالب وطرف مجب لو انت جبت المكسف ولقيت مكتوب عليه من بره مجب وسالب يبقى ده اسمه مكسف مستقطب يعني ايه مستقطب يعني لما جاء وصله بالطيار الكهرابي لازم السالب بتاعه يبقى على سالب البطارية والمجب بتاعه يبقى على مجب البطارية لكن فيه مكسفات تشوفها كده طلع منه طرفين ولا كاتب لمجب ولا سالب دي بيسموها مكسفات غير مستقطبة يعني دي تمشي مع الطيار المتغير وتمشي مع الطيار المستمر يعني دي مش شرط ان انا اوصل المجب بالمجب والسالب بالسالب مش هيحصل لها مشاكل فاحنا عندنا اول جزئية عايزة تعرفها النهاردة معايا وتعرفيها معايا طلب الطالبات طلبت صناعات كهربية النهاردة المكسف ايه هو تعريفه قول لي والله يا مستر تعريفه انت قلتوهن عبارة عن لحين من المعدن بينهما مادة عازلة ده التعريف الدارك وده الشكل النهائي بتاع المكسف لكن لما اجا اقول لك بقى المكسف دهوت من جوه ايه بقى كم نوعه كده هنتكلم عن المستكتب وغير المستكتب عن الاقسام اللي هنتكلم عنها بعد شوية من حلقتنا ان شاء الله النهاردة طي الجزء الاهم النهاردة المكسف ده بنشوفه فين او بيستخدم فيه قولنا مثال صغير بيحفظ ويخزن الطاقة الكهربية او الشحنات الكهربية سواء كانت مجابة او سليب الشحنات دي تتخزن في المكان بتاع المكسف او على الواحي المجابة وعلى الواحي السليبة بقى فيه يعني ايه فالجزء اللي يهمني النهاردة ان احنا نتعرف مع بعضنا على المكسف تعالوا كده بينا نشوف المكسف ده شكله ايه والمكسف ده عبارة عن ايه والجزء ده تعالوا كده بينا نبص للمكسف تركيبه ايه والشكل بتاعه ايه يبقى المكسف لما جتعرفته من شوية قلته ايه هو عنصر هام من عناصر الدواء الالكترونية والكهربية لانه هو القادر على تخزين الشحنات الكهربية وتفريغ طيب المكسف ده هو بيتركب من ايه زي ما قلنا من شوية برضو يتركب من لحيم معدنيين من مواد موصلة المادة دي لازم تكون مادة موصلة وبينهما وسط عازل والوسط العازل ده هوت قلنا ممكن يكون وراء ممكن يكون هوا ممكن يكون بعض انواع البلاستيك بعض انواع السراميق يستخدم في العازل طيب المكسف بقى بالشحن ازاي انت نسأل لنا يا مستر من شوية ان المكسف ده لما بتحط في الدائرة القهربية الطير المستمر يعني وصل موجة بالبطارية بالطرف الاولاني المكسف وسالب البطارية بالطرف التاني المكسف فيه عندنا تلات مراحل المكسف بيشحن فيه قبل الشحن بيكونوا اللحيم متسويين في الشحنات يعني الموجة هنا قد الموجة هنا والسالب هنا قد السالب هنا اول ما بشحن المكسف يعني بوصله بالبطارية ايه اللي يحصل بقى؟ بيحصل تغيير لفرق الجهد يعني يا مستر تغيير في فرق الجهد يعني الشحنات السالبة بتتنقل من البطارية للوح السالب طب خلوا بالكم بقى انت خدت قانون كلهم زمان في الاعداد بيقول ان الشحنات المتشابها تتنافر طب ازاي الشحنات هنا تنقلت البطارية طلعت طيار سالب او الجزء السالب بتاع البطارية لان البطارية كتركيب لما تكلمنا في اول حلقة اساسيات قلنا عبارة عن لوح موجب و لوح سالب فانا خدت السالب من البطارية السالب ده فيه كمية إلكترونيات رهيبة جدا بتطلع من اللوح السالب تروح للوح السالب في مين؟ في المكسب فالسالب مع السالب بيحصل تنافر فانا هديك مثال صور كده لما نبقى في مكان زحمة قوي 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 ولقينا ملعب كبير كده ايه اللي بيحصل؟ بلاء الناس كلها بتجري يا متل ملعب اهو ده النظام بقى النظام ايه؟ ان المكسب بتاعي اول ما الطيار بيطلع من البطارية السالب بيروح للوح السالب فبيبقى فيه زخم يعني عدد كبير جدا مليكترونات فبتوصل على اللوح اللوح ده بتبقى مساعة سطحه كبيرة فالشحنات السالبة تستقر على اللوح يبقى ده اللوح الايه؟ السالب اللوح الموجب بقى ان بطارية بتاعتي فيها طرف موجب الطرف الموجب بيطلع شحنات موجبة تروح للوح الموجب في المكسب ايه اللي حصل بقى؟ الموجب ده فجوات كتير جدا فبرضو بتستقر على اللوح فانا كده عملت ايه بقى؟ عملت عملية شح بسرعة كده تاني ايه اللي حصل انا وصلت سلب البطارية بالطرف الاولاني للمكاسف وموجب البطارية بالطرف التاني المكاسف فالشحنات السالبة اتنقلت كلها لطرف الايه المكاسف باتت على اللوح فبالتالي الطرف الموجب برضو نفس الكلام رأى على اللوح طيب بعد الشحن ايه اللي بيحصل بقى كل الشحنات السالبة بتتنقل من اللوح الاول للتاني يعني بيحصل بقى حراق الموجب يروح للموجب والسالب يروح للسالب وديت ببساطة كده عملية شحن المكسف طيب في حاجة عندي اسمها ساعة المكسف يعني ايه ساعة المكسف قلت لكم سال صغير لو انا عندي مثلا برميل بيشيل 100 لتر وعندي ازازة المية بتشيل لتر واحد انا اكبر هتقول لي على طول كده برميل المية لانه هياخد 20 لتر مية او الجيركن هياخد 20 لتر مية لكن الازازة اللي معايا بتاخد نص لتر او لتر بالكتير فكل ما المكسف بتاعي كبر في المساحة الالواح بتاعت كبرت كل ما هيشيل ساعة كبيرة كل ما اللوح يبقى مساحة مقطعه كبيرة او المساحة بتاعت صفح اللوح كبيرة لان ده اللي هيشيل الكترونيات فبالتالي ساعة المكسف هي خاصية تمكن الاكسام يعني بتمكن من تخزين السليم او تخزين الشحنات الكهربية ووحدة قياس الساعة الفراد وفي اصغر ما تشتلاقي في السوق ولا في اي حتة مكسف بالفراد لان الفراد دي وحدة رهيبة جدا وكبيرة جدا في بقى وحدات اصغر زي ايه زي المايكرو فراد والنانو فراد والبيكو فراد هتروح تجيب مكسف من عند الراجل بتاع الادوات الكهربية تقولوا انا عايز مكسف 20 فراد هيتحك عليك يقولك انا ما عنديش مكسف 20 فراد ده المستر قال لنا المكسف بيباع بالفراد اه فعلا المكسف بيشتغل بالفراد ووحدة قياسه الفراد لكن المكسف اصلا كفراد وحدة كبيرة جدا 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 فبلاقي ملي فراد بلقي ميكرو فراد بلقي نانو فراد بلقي بيكو فراد ودي اللي هتلاقي مكتوب على المكسف عندك في المعمل او في الورشة او في المكان اللي انت بتشتري من المكسفات الكهربية اللي احنا نحطهاها على البردة عشان نقيس بيها السعة او نحطها في المكان اللي هيخزن فيه الطاقة الكهربية طب يا مستر قلت لنا السعة دي بتساوي ايه اه خلوا بالكم بقى من الرموز دي قوي سي ترمز لكلمة سعة كلمة Q خدناها لو تفتكروا في أول حلقة اللي هي الشحنة الكهربية برافو عليكم اللي تتقاس بالقوم الفي يعني فرق الجهد فبالتالي لو أنا عايز أحسب الساعة الكهربية لأي مكسف أقسم الشحنة على فرق الجهد اللي أنا صلطته على أطرافه يبقى Q شحنة وفي فرق إيه فرق الجهد وده التمثيل بتاعي إن السي ساعة المكسف بالفراد وQ الشحنة بالكلوم وعندي فيه الفي فرق الجهد الكهربية بين أطراف المكسف طيب أهو زي ما قلتلكم بقى إحنا عندنا الوحدات الكبيرة الأم بقى الماظر بتاعها اللي هو الفراد فيه أصغر منه شوية اللي هو المايكرو فراد وده فيه عشر أو سسالب ستة فراد النانو فراد أصغر منه شوية ورمزه إيه إن إف هوت وبيبقى عشر أو سسالب تسعة فراد فيه وحدة أصغر خالص البيكو فراد وده بتبقى عشر أو سسالب اتناشر فراد يعني يا مستر الكلام ده هيفدني بإيه أنا تبقى عارف كطالب تركيبات ومعدات كهربية أو حاسبات أو قسم إليبترونيات إن المكسف الوحدة الكبيرة للجنرال الفراد الوحدة اللي أصغر منه المايكرو فراد دي بقى هلاقيه كتير جدا في السوق وهلاقيه كتير جدا مكتوب على المكسفات اللي معنا في الموبايل واللي معنا في اللاب واللي عندنا في الشاشة هتلاقي المكسف مثلا مكتوب عليه 200 مايكرو فراد طب لو أنا عايز أعرف الميتين مايكرو فراد دول فيهم كم فراد أضرب المايكرو فراد في 10 أقص سالب 6 يطلع الناتج بالفراد تمام كده طب لو كانت نانو فراد هضرب الناتج في 10 أقص سالب 9 أحوله من نانو فراد لفراد طب لو كان بيكو فراد بدل ما كنت بضرب في 10 أقص سالب 6 ب6 أو 10 أقص سالب 9 هضرب في 10 أقص سالب 12 فهيديني فراد طيب المكسف بتاعي دهوت زيه زي المقاومة فيه حاجات بتفرق معايا فيه فبيجي يقولي في الامتحان إيه هي العوامل اللي يتوقف عليها ساعة المكسف يعني إمتى المكسف ده أقدر أديله ساعة كبيرة أوي وأقدر أديله ساعة صغيرة أوي عندي 3 حاجات مساحة الألواح ودي برموز لها بالرمز إيه مساحة الألواح خلوا بالكو يا أولاد إن كل ما مساحة اللوح تبقى كبيرة يشيل كتير يعني إيه يشيل كتير يا مستر يعني إحنا لسه يليم من شوية أنا بشح للمكسف ببطارية فكل ما هدي للوح طيار هياخد مني بس على حسب مساحته بالضبط كده لم يبقى عندي إزهازة مية لتر واحد لو أنا حطيت فيها لتر ونص طبعا أنا كده حضرت يبقى هي هتاخد لتر بس وبقيت المية اللي هتتفرق هتنزل كلها في الأرض فبالتالي كل ما مساحة اللوح تبقى كبيرة كل ما ياخد الشحنة اللي أنت عايزها كل ما ياخد الساعة اللي أنت عايز يبقى مساحة الألواح تتناسب تناسبا طرديا مع ساعة المكسف اتنين المسافة بين الألواح إيه المسافة بين الألواح إنت قلتين من شوية يا مستر لو أنا عندي مكسف المكسف ده عبارة عن اللحين كل لوح بيتحط بياخد شحنة فالمساحة بتاع الألواح تفرق معها في الساعة لكن المسافة بين الألواح تفرق معايا اه تفرق معي بس انا تفرق معي عكسي كل ما بزود المسافة بين اللوح اللي هيشيل موجب واللوح اللي هيشيل سالب كل ما بعيد بينهم كل ما الساعة قلب يا مستر الكلام ده كهرباء اه كهرباء كل ما هتكبر المسافة الساعة قلب لكن كل ما هتزود المساحة الساعة تزيد المكان بقى اللي هلعب فيه كل ما الملعب يبقى كبير كل ما قدر اجري واشتغل وابزل طاقة كل ما المسافة تزيد اوي 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 بين اللاعب والتاني كل محد في الكورة هياخد وقت فبالتالي لو انا زودت المساحة الساعة زيد لكن لو زودت المسافة بين الالواح الساعة قل يبقى المسافة تتنسب ايه برافو عليكو سامحكوا كده بتقولولي عكسيا يا مستر وبرمز للمسافة بالرمز دي في عندي حاجة اسمها سماحية المادة العزلة بنقول عليها ايبسون او كلمة بالانجليزي كده زي كلمة انجليش كده او حرف الاي ايه ايبسون دي ايبسون دي بيقول ان يا سماحية المادة العزلة يعني يا مستر سماحية المادة العزلة يعني كل ما المادة العزلة تتحط بجودة كل ما المكسف تبقى ساعة اعلى يعني اننا لما اجي حط مادة عزلة فيها قلنا في الاول ممكن نحط ورق ممكن نحط مثلا سراميك ممكن تحط مادة الميكا ممكن تحط بلاستيك فالمادة العزلة اللي حطتها هنا في العازل بين اللوح اليمين واللوح الشمال بيديني حاجة اسمها سماحية السماحية دي برضو تتوقف عليها ساعة المكسف كل ما ساعة السماحية دي زادت كل ما الساعة تزيد كل ما قلت الساعة تقل يبقى العوامل التي تتوقف عليها ساعة المكسف ممكن نقسمها ثلاثة مساعة الألواح وكل ما بتزود مساعة اللوح كل ما الساعة بتزيد المسافة بين الألواح كل ما المسافة بين الألواح تزيد كل ما الساعة تقل برافو عليكم كل ما بجيب مادة عزلة لها سماحية عالية كل ما الساعة بتزيد كل ما بقلل الساعة بتقل فالتنين الواحد وتلاتة ترضي لكن رقم اتنين اللي هي المسافة بين الالواح بيكون عكسي طيب هنا الراجل لميلي الكلام ده في قانون بقى قال لي قال لي ساعة المكسف بتساوي مساحة الالواح في سماحية المادة العزلة على المسافة بين الالواح وخدنا زمان في ابتداء كده ان اي حاجة في المقام تتناسب عكسيا مع صاحب الحاجة يعني ساعة المكسف اقول لك هنا بقى طلع لي الثلاث حاجات دول اللي انت قلتلي عليهم هتقول لي ببساطة يا مستر مساحة الالواح تبقى طردي مع الساعة كل ما المساحة تزيد كل ما الساعة تزيد طيب سماحية المادة العزلة كل ما بزود في المادة العزلة من سماحيتها كل ما ساعة المكسف بتزيد هاجة هنا اقول مسافة بين الالواح هلاقيها في المقام يبقى دي الوحيدة اللي بتتناسب عكسي يعني كل ما بتزود المسافة بين اللحين كل ما الساعة بتقل والعكس صحيح تمام كده فراح جاي لميملي برضو ده بقانون كده قال لي إيه ساعة المكسف من شوية قلنا برمزلها بالرمز سي وسمحية العزل برمزلها بالرمز إبسون أو إيه ومساحة سطح الألواح برمزلها بالرمز إيه سمول والمسافة بين الألواح برمزلها بالرمز دي فلو أنا أديدك في المعطيات سماحية العزل وإضرابها في مساحة اللوح وإسم على المسافة يديك ساعة المكسف بالفراد أو بالمايكرو فراد أو بالنانو فراد أو البيكو فراد اللي هي الوحدات الصغيرة طيب نخش بقى على حاجة مهمة جدا أنواع المكسفات أنا عندي النوعين الأساسيين في أي دائرة كهربية مكسفات سابتة ومكسفات متغيرة في مكسفات ذات ساعة سابتة ومكسفات ذات ساعة متغيرة والمقصود هنا يا أولاد بالساعة السابتة أن المكسف قيمته اللي مكتوب عليه ما أدرش ألعب فيها لا أزودها ولا أقلل يعني لو روحت اشتريت مكسف مثلا ساعة 100 ميكرو فراد هو المكسف مش هيطلع لي ألا 100 ميكرو فراد فقط لغير يعني هيخزل لشحنة مقدرة كذا كلوم والساعة بتحتي 200 أو 300 أو 400 ميكرو فراد مش أقدر أزود فيها ولا أقلل فيه لكن لو جيت الناحية التانية وقلت يعني إيه مكسف ساعة متغيرة هنا بقى قدر أزودها بمزاجي وأقللها بمزاجي زي رمود كنترول كده أقدر أقلل بالقناة اللي أنا عايزها أو أقدر أزود الصوت اللي أنا عايزه أو أقدر أزود الحرارة في التكييف زي ما أنا عايز أزود أقلل يبقى دي اسمها إيه بقى حاجة متغيرة أقدر ألعب فيه فالمكسفات ثبتة القيمة يعني ما أقدرش أتحرك فيها أو أخذ منها قرقة غير المكتوب فيها وفيه مكسفات تانية متغيرة بقى الرنج بتاعها أو المدى بتاعها مفتوح قدامي صفر عشرين تلاتين الحاجة اللي أنا عايزها بالضبط أقدر أخدها من تعالوا بقى نشوف الرجل لما صنف المكسفات الساعة السابتة قال لي إيه قال لي هي مكسفات لا تتغير ساعتها يعني سابتة والألواح بالنسبة لها سابتة جدا والمسافة سابتة ومساعة سطح اللوح سابتة فما أقدرش أتحكم فيه يعني يا مستر المسافة من الألواح سابتة مش أنت إيه اللي من شوية فيه مسافة من الألواح لو المكسف ساعة سابتة هلاقي المكسفات دية الألواح في مكانها عشرين اسمها مكسفات الميكا فيه مكسفات عندنا اسمها المكسفات السراميقية آخر أنواع المكسفات أو المكسف الرابع المكسفات الإلكتروليتية وهي دي أنواع المكسفات هتلاقي منها السراميق هتلاقي منها الميكا هتلاقي منها المكسفات الورقية هتلاقي منها مكسفات إلكتروليتية وكل دية الأنواع اللي بنشوفها في السوق ولو انت فتحت الموبايل بتاعك البرضة هتلاقي أجزاء من دهية موجودة عندك لو فتحت الشاشة بتاع التليفزيون هتلاقي الجزء البرميلي اللي هو النوع ده هو لو فتحت مثلا اللاب او الكمبيوتر هتلاقي ده وده موجود في جميع الدوار الكهربية واي بردة لغسالة او كمبيوتر او لاب او موبايل هتلاقي الاجزاء دي واحد او اتنين منهم موجودين على البردة بتحتي طيب طرق توصيل المكسفات قبل ما نتكلم بقى عن طرق توصيل المكسفات عايز اخطبه كده في مكان ونقولك كلمتين دول بسرعة علشان احنا ايه ما نبقاش يعني عملنا مقارنة بين المقاومة والمكسف في التوصيل احنا بنوصل المقاومات لغرض وبنوصل المكسفات لغرض تاني خالص في المقاومات لو تفتكروا في الحلقات السابقة كنت بوصل مجموعة من المقاومات علشان اجيب المقاومة المكافئة علشان اعرف الطيار قليل ولا كتير مش انت قلتنا يا مستر ان الطيار لو زاد في الدايرة يبقى المقاومة قليلة برافو عليكم والعكس صحية المكسفات ده ملهاش علاقة بين الطيار هي علاقتها بالشحنة يعني يا مستر الكلام ده يعني لو عندي مجموعة مكسفات وقالنا المكسف ده وظيفته الاساسية في الدايرة القهربية بيحفظ ويخزن الشحنة يعني ده عمل زي التلاجة كده عشان ما ببوصل اكل بنحط في التلاجة الاكل بتاعنا اهو التلاجة بتاع الاكترونيات بنسميها المكسف لان وظيفته الاساسية بيحفظ ويخزن الشحنات طب يا مستر بيحفظ ويخزن الشحنات لوقت طويل ولا وقت قصير تعالوا بقى كده اقول لكم كلمتين وحطوهم حلقة في ودنكوا قوي لان المكسفات دي معنا في اولة وفي تانية وفي تالتة وان شاء الله لغات لما نخلص ولو كم مننا او رحنا سوق العمل المكسف بحط فيه شحنة لوقت معين والوقت ده هو تخلوا بالكوا بقى معايا بيتناسب تناسبا طرديا مع ساعة المكسف واحدة واحدة كده عشان نفي لو انا جبت مكسف ساعته كبير مكسف ساعته ايه ساعته كبير يعني الشحن في فترة كبيرة هيفرغ في وقت كبير جدا فبالتالي لو انا عايز اخلي الشحنات تقعد فترة كبيرة اجيب مكسفات كبيرة والمقصود بكبيرة مش كبيرة الحجم لا كبيرة يعني مساحة سطح اللحين تبقى كبيرة عشان تبقى شاية لشحنات كتيرة فاستدعيها وقت ما عايز فلما استدعيها وقت ما عايز لما تجي تفرغ الشحنة اللي فيها تاخد وقت كبير او 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 في التفريغ عشان كده ساموها ايه بقى مكسفات ساعتها كبيرة او الساعة بتاعتها كبيرة يبقى الساعة الكبيرة تتناسب تناسبا طرديا مع مين برافو عليكم مع الشحنة يعني انا لو عايز مكسف يعود معايا فترة طويلة يفرغ بعد ما يشحن اجيب مكسفات ساعتها كبيرة اللي احنا بنقول عليها مساحة سطح اللوح كبيرة طب لو انا عايز مكسف يشتغل في دايرة صغيرة زي الموبايل كده يدوبك على قد صورة يطلع فلاش او على قد كاميرا كده او على قد النوع اللي ينور لك الشاف فترة صغيرة ايه اللي يحصل هياخد من البطارية طيار او جهد او شحنة اديها للمكسف اول ما استدعيها واللقطة تخلص لقطتين تلاتة اربعة خلاص هو هياخد ويشتغل هياخد ويشتغل بس الفترة اللي هيفرغ فيها صغيرة جدا على قد الفلاش اللي طلع طب ما انا باعمل فلاش تاني هو بيجيب بقى خلاص بقى بيحفق بيعمل ايه بقى بيشحن نفسه ويفرغ يشحن ويفرغ كل دا بسرعة جدا فزمن التفريغ بتاعه لا يتعدى الثانية عشان كده قلنا مكسفات اللي موجودة هنا ايه ساعتها صغيرة لان الالواح مساعتها صغيرة فهنا بقى مساحة سطح الالواح فرقت معايا ولا ما فرقتش لا دا فرقت يا مصد فرقت كل ما هكبر مساحة سطح اللوح كل ما يشيل شحنة كبيرة هصغر مساحة سطح اللوح هيشيل شحنة صغيرة على قده فبالتالي لما اجا وصل بقى المكسفات عندي سوى كان التوصيل على التوالي او التوصيل على التوازي او توصيل اللي انا كنت بسميه دايما الكوكتيل شوية توالي وشوية توازي اللي احنا بنقول عليه التوصيل المركب او التوصيل المضاعف او التوصيل على التضاعف التوصيل ده يفرق معي اه طبعا هيفرق معي هنشوف في التوالي الشحنة لو انا وصلت على التوالي يديني شو احنا قديه ولو انا وصلت المكسفات على التوازي هل الشحنة هتبقى زي التوالي ولا مش هتبقى زي التوالي طب احنا ليه بناخد الكلام ده كله طب ليه يا مستر بتقول لينا التوصيل توالي وتوازي ما انتولتين المكسف ده ووظيفته في الدايرة. وبيعمل ايه. هل انا مطالب انا اعرف التوصيل اه طبعة? لانك لو عندك دايرة.. وعايش شحنة كبيرة يبقى توصل ايه؟. Hقول بقى الكلام ده كمان شوي. طب لو انا عندي شحنة على قدقى كده. وعايز اجيب مثلا شحنة صغيرة. اوصل ايه? لو انا عندي مجموعة مكسفات صغيرة. يعني عندي مكسف ميت مايكرو ومكسف ميت مايكرو ومكسف ميت مايكرو وعايز التلات مكسفات دول او اربطهم بطريقة معينة ان انا طلع منها التوالي والتواز هيفرق معايا في الشحنة اه هيفرق في الشحنة تعالوا بقى بينا كده نشوف التوصيل بتاعنا كم نوع والشحنة هتختلف ولا مش هتختلف عندي طرق توصيل المكسفات تلات طرق الطرق الاولانية توصيل المكسفات على التوالي يعني ايه توصيل المكسفات على التوالي يا مستر احنا قلنا في المقاومات ان انا لو عندي بداية ببداية وانهاية بنهاية يبقى ده توصيل على التوازي لكن توصيل التوالي ان انا اخو ببداية المكسف بنهاية التاني وبداية التاني بنهاية التالت زي ما قلنا كده مثال صغير زي العقد اللي انت التلبيسيه كده او السبحة اللي في ايدي كده طيب النوع التاني او توصيل التاني اسمه توصيل المكسفات على التوازي التوالي والتوازي دول اساسيين في حياتنا فيه بقى توصيل كوكتيل اللي هو التضاع تعالوا نمسك أول واحد كده ونتكلم عنه مع بعضين توصيل المكسفات على التوالي ادي شكل الدائرة القهربية المكسف الرمز بتاعه كده او ممكن بدل ما هو مقاووس كده يبقى قائم زي صاحبنا ده يبقى الاتنين لوحين قد بعض ادي اللوح الاولين اهو ودي اللوح التاني فده الرمز بتاعي بقى لقيه في دائرة قهربية عامل للرمز كده زي نص دائرة وفيه رمز تاني يعمل للوح قائم كده زي صاحبنا اللي على الشمال اللي انتو شايفينه ده المكسف ده هوت فيه سعة اسمها C1 والمكسف ده هوت له سعة اسمها C2 والمكسف ده هوت له سعة اسمها C3 الجهد اللي داخل من المنبع بتاعي او من البطارية اسمه V دي البطارية هي البطارية اول ما بتطلع كهرباء على طول المكسف الاولاني ده هو بياخد شوية جهد بسميهم V1 والمكسف التاني بياخد برضو شوية جهد بسميهم V2 والمكسف التالت بسميه V3 بالزبط كده زي ده طبق فاكهة كده تحطه قدامي مجموعة قاعدة ففيه ناس كالت خالت على قدها وفيه ناس كالت كتير وفيه ناس كالت كتير قوي فكل واحد من دول حسب بقى الطاقة بتاعته او حسب السعة اللي هيشيلها ده اكتفى بواحدة ده اكتفى باتنين بتلاتة باربعة ده اكتفى بخمسة بستة بسبعة بتمانية مين بقى اللي بيحددلي برافو عليكم ساعة المكسف كل ما الساعة تزيد كل ما تاخد جهد كتير كل ما الشحنة هتيبقى كبيرة فبالتالي لو انا وصلت التلات مكسفات دول على التوالي الجهد اللي داخل من منبع هيتقسم شوية على الاولاني وشوية على المكسف التاني وشوية على المكسف التالت طيب ادي الالواح بقى من جوه ادي التشريح بقى من جوه شايفين المكسف ده اللوح الاولان اهو وده اللوح التاني واول ما السالب بتاع البطارية راح لللوح السالب والموجب راح لللوح الموجب ايه اللي حصل حصل عملية شح فالشحن هنا بينتج عنه حاجتين شحنة موجبة بسميها كيو موجب وشحنة سالبة على اللوح السالب بسميها كيو سالب او النيجاتف والبوزيتف السيدة هيت لو تلاحظوها اللي هي بقى ايه مقدار الشحنتين كلهم سوى كانت موجب او سالب خلوا بالكوا المكسف هو بيشحن judgement لو اللوح ده هو تقول ما بيشحن بشحنة سالبة بيبقى كله كده من اوله الاخره شحنة سالبة واللوح الموجب بيبقى نفس الكلام برضو جواه شحنة موجبة مين بقى المستفيد؟ الشحنة الشحنة هنا سواكات موجب او سالب بتدي مين؟ بتدي السعة فيقول لي هنا المكسف ده سعته كبيرة يبقى يهه سعته كبيرة يبقى عليه شحنة موجبة كتير اوي اوي وشحنة سالبة كتير قوي قوي طيب من هنا بقى هاللحظ الآن ان Q بتساوي Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3 ايه مصطر الكلام ده يعني عايز تقول لنا ان الشحنة اللي على المكسف الأولاني هي هي الشحنة اللي على المكسف الثاني هي هي الشحنة اللي على المكسف الثالث اه الكلام ده صح الساعة اللي اختلفت لكن الشحنة ما اختلفتش فبالتالي في حالة التوصيل على التوالي وعايزكوا يا أولاد بقى شاطرين تسجلوا الكلام ده او 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 فورقة او كراسة تقول لي ايه تقول لي ان الشحنة لو انا وصلت المكسفات على التوالي كلها زي بعضها يعني الشحنة اللي على المكسف الاولاني هي الشحنة اللي على المكسف التاني هي الشحنة اللي على المكسف التالي التالي الجهد بقى بيساوي ايه احنا لسه واخدين قاعدة من شوية بتقول لي ايه ان السي بتساوي كيو على في السي اول ما اشتغلنا قلنا بتساوي الشحنة على فرق الجهد طب لو انا عايز احسب فرق الجهد فيه هقسم الشحنة على الساعة بتاع المكسف الاولان ولو عايز احسب الجهد على المكسف التاني هقسم الشحنة على المكسف التاني ولو عايز احسب الشحنة على المكسف التالت او الجهد على المكسف التالت هقسم الشحنة على سي تلاتة او الساعة التالت ايه بقى اللي حصل هنا لاحظنا هنا ان كيو هنا هي كيو هنا هي كيو هنا فلو خدت كيو دي بره عامل مشترك هيبقى لي ايه بقى وجيت جماعت فيه 1 زاية فيه 2 زاية spy 3 هيديني ايه هيديني c1 زاية c2 زاية c3 طب شلق q wäre وحطت مكانها 1 لانك خدت عامل умشترك هيبقى لك كده او بالاسم على q هيبقى لك 1 على c total بتساوي 1 على c1 زاية 1 على c2 زاية 1 على c3 ملخص الحدوته اللي انتوا شايفينها دي قدامكم إن في حالة التوصيل على التوالي الشحنة سابتة وعندي قاعدة بتقول لي إن الجهد بيسوي الشحنة على السعة فبالتالي هلاقي هنا Q هنا Q هنا Q ما تغيرتش فأنا لو خدت Q عامل مشترك وجمحت V1 زائد V2 زائد V3 خلاص بقى أنا خدت Q عامل مشترك فاشه لو حط مكانة واحد وخدت هنا Q عامل مشترك فاشه لو حط واحد وبالتالي هنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام فهنا خلاصت القول لو أنا عندي مجموعة مكسفات متوصلة على التوالي وطلب مني الساعة الكلية قول لي ببساطة هقول واحد على الساعة الأولانية زائد واحد على الساعة الثانية زائد واحد على الساعة الثالثة يديني الساعة الكلية للمكسفات وهنا هقول لك سؤالي اللي كان في أول الحلقة إيه اللي حصل لو أنا وصلت على التوالي قول لي يا مستر الشحنة مشتتغير لكن الساعة هنا هتبقى قليلة جدا لأن في حالة توصيل المكسفات على التوالي هيديني سعة صغيرة أوي 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 طب ليه صغيرة أوي أوي؟ لأننا هنا بجمع جمع عادي بس بقول واحد على خمسة مثلا زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة فهيديني ثلاثة على خمسة ولو جيتش ألبتزي المقاومات هيديني خمسة على ثلاثة لو أسمنا الخمسة على ثلاثة هيديني واحد وكسر فبالتالي المكسف كان هنا بخمسة مايكرو فراض لكن لما وصلت الثلاثة مكسفات اللي كانوا خمسة زائد خمسة زائد خمسة مدنيش خمستاشر دداني واحد وكسر لأن هنا بقول واحد على الساعة الأولانية زائد واحد على الساعة الثانية زائد واحد على الساعة الثالثة بيديني الساعة الكلية فبالتالي للحصول على أصغر ساعة أوصل توالي برفو عليكم طيب توصيل المكسفات على التوازي هنا بقى خدت البدايات مع بعضها والنهايات مع بعضها خلوا بالكم عشان هتعملوا لي مقارنة كده في آخر الحلقة بين التوالي والتوازي وإيه اللي حصل هناك خدت بخب بداية بنهاية في التوصيل هنا خدت البدايات كلها من فوق بسلكة هي والنهايات كمان بسلكة هي ودتها بطارية أو منبع فهنا الشحنة اسمها Q1 هنا الشحنة بقت اسمها Q2 هنا الشحنة بقت اسمها Q3 يلا يلا ده احنا كده دخلنا في التقيل قوي آه يا مستر خلوا بالكم هناك من شوية صغيرين قوي قلت لك إن في حالة التوالي الشحنة كانت ثابتة يعني يا مستر الشحنة كانت ثابتة يعني كان المكسف الأولان عليه شحنة اسمها Q والتاني كان عليه نفس الشحنة اسمها Q والتاني كان عليه نفس الشحنة اسمها Q لكن التوصيل على التوازي قال لأ ده الشحنة هنا هتتجزأ يعني يا مستر هتتجزأ يعني المكسف الأولان اللي أنا أسميه C1 هياخد شحنة والمكسف التالي هياخد شوحنة والمكسف التالت هياخد شوحنة غير الجهد خالص فبالتالي الشوحنة هنا الجزائت فكل مكسف بقى ليه شوحنة بطبيع خاص اهو تعالوا بقى نبص هنا هنا المكسفات كلها الموجب كله مع بعضه والسالب كله مع بعضه لكن هناك كنت بقى اعمل ايه كان توصيل توالي هنا التوصيل على التواز لو عندي عشرين مكسف تحت بعض كده هاخد السي كلها او اخد السالب كله مع بعضه والموجب كله مع بعضه هللاحظ هنا الآتي إن أنا لو وصلت المكسفات على التوازي هيبقى عندي ثلاث شحنات لو أنا عندي ثلاث مكسفات يعني الأولانية خلص دي يسمعها كيو واحد هضرب سي واحد في في يعني هي مصطر يعني ساعة المكسف الأولاني لو اتضربت في فرق الجهد يديني الشحن على المكسف الأولاني وساعة المكسف الثاني لو اتضربت في فرق الجهد يديني الشحنة اللي على المكسف الثاني والشحنة اللي على المكسف الثالث اجيبها منين لو ضربت ساعة المكسف في فرق الجو ايه بقى اللي هتلاحظوا هنا هتلاحظ ان الشحنة هنا الجزائت بعدد المكسفات يعني ايه يا مستر الجزائت بعدد المكسفات يعني انا لو عندي عشر مكسفات وكل مكسف لشحنة وعايز اجيب الشحنة الكلية برافو عليكم هجمع الشحنة الاولانية زائد التانية زائد التالتة لكن هناك في التوالي كانت الشحنة واحدة لو انا عندي الف مكسف الشحنة اللي على الاولاني زي الشحنة اللي على الاخير هنا اختلفت خالص هنا هجمحهم مع بعض طيب لو انا ضربت C1 في V يديني حاجة اسمها الشحنة ولو ضربت C1 في V يديني الشحنة على المكسف الاولاني ولو ضربت C2 في V يديني الشحنة على المكسف الثالث ولو ضربت C3 في V يديني الشحنة على المكسف الثالث وهنا بقى هتلاحظ ان الجهد هنا اللي كان ثابت هناك في التوالي الشحنة هي اللي ثابتة عشان كده كده هناك خدتك يوعمل مشترك هنا هاخد V عام المشترك أو أقسم على V هيطلع لقانون يقول لي بقى لو خدت V عام المشترك هتطير وال V دي هتطير وال V دي هتطير هيبقى إيه بقى C1 زائد C2 زائد C3 يعني هفهم من كده إن أنا لو عندي 3 مكسفات على التوازي وعايز أحسب الساعة الكلية بتاعتهم هجمع المكسف الأول ساعة وكام والمكسف الثاني ساعة وكام والمكسف الثالث ساعة وكام هيطلع ناتج كبير جدا 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 خلاص يبقى أنا كده أول مكارنة عرفناها لو أنا عندي توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي اديني بقى كده قبل المسألة بتاعتنا ملخص الكلام ده يا مستر عشان أنا حسيت كده إن إحنا تقنى من بعضنا أنا عندي لو عندي مجموعة مكسفات متوصلة على التوالي ومجموعة زي يوم متوصلين على التوازي وجيت سألت سؤال كده أقولت لك أيهما أكبر لو أنا وصلت على التوالي يديني قيمة كبيرة ولو وصلت على التوازي هل هيديني قيمة كبيرة ولا قيمة صغيرة بسرعة كده هتستدعي من زاكرتك على طول الكلام الميستر قال لنا وإحنا شغالين في بيتنا مدرسة قال لنا إيه قال لنا لو أنا عندي عشرين مكسف أو مليون مكسف وتوصلوا توالي هيديني أقل سعة آه هيديك أقل سعة مع النوم مليون مكسف بس أنا وصلتهم على التوالي فيها بالتالي لو أنا جبت المليون مكسف دول أو العشرين مكسف دول وربطتهم مع بعض بالتوازي هيديني أكبر سعة فهنا بقى مطلوب مني بقى راجل فني في شركة أو في مصنع أو أنا مثلا عايز أوصل دائرة كهربية فيها مجموعة مكسفات لو أنت وصلت المكسفات على التوالي يعني خدت بداية ده بنهاية ده وبداية ده بنهاية ده هيديك أقل قيمة للمكسف يعني لو أنت عندك مكسف عشر فرار أو عشر ميكرو فرار والتاني عشر والتالت عشر ووصلتهم على التوالي هيديك ثلاثة ميكرو فرار ليه مستر؟ ما احنا قلنا واحد على عشر زائد واحد على عشر زائد واحد على عشر هيديني ثلاثة على عشر وبشاء اللي بآخر ناتج عشر على الثلاثة ثلاثة وتلت أو ثلاثة وتلاتة وتلاتين من مية يعني المكسفات كتل واحد فيهم بعشرة ولما وصلتهم الثلاثة المفروض يديني قيمة كبيرة لا ده ده قيمة عادية جدا اللي هي عشر وتلاتة من عشر يعني زي أي مكسف فيه آسف أقل من قيمة أقل من واحد فيه يعني لو التلاتة واحد عشرة وعشرة وعشرة لو وصلتهم على التوالي هيطلع تلاتة وتلت أو تلاتة وتلاتة من عشرة يعني أقل أقل من واحد فيه يعني تلت واحد طيب لو أنا بقى جبت التلاتة مكسفات دور على التوازي العشرة زائد العشرة زائد العشرة برافو عليكم هيديني تلاتين مايكروفران فبالتالي خليك بقى شاطر في حتة دي لو أنت في مكان مؤسسة كبيرة مثلا وعندك مجموعة مكسفات هتوصل على بورد التلفزيون أو بورد التلاجة أو بورد غسالة لو أنت عايز الساعة تبقى كبيرة قوي وصل توازي ولو أنت عايز الساعة صغيرة على قدها كده وصل على التوالي لأن كل ما هتوصل على التوالي كل ما القيمة بتاع الساعة تقل 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 لكن لو وصلنا على التوازي الساعة تكبر وتكبر وتبقى رقامها كبير جد دي المقارنة اللي عايزك تعرفها في التوالي وفي التوازي الشحنة بقى المقارنة التانية الشحنة في التوالي لو أنا وصلت المكسفات على التوالي الميزة هنا إيه بقى إن الشحنة المكسف الأولاني زي الشحنة الموجودة على المكسف الثالث والرابع والخام يعني لو الشحنة هنا 50 كولوم تبقى في الأخير 50 كولوم مش هتفرق معي لكن الساعة اللي اختلفت التوازي العكس التوازي الشحنة هتبقى بتساوي إيه بقى هتبقى قليلة ولا كبيرة بقول لي يا مستر معرفش لأن الشحنة اللي دخلا في المكسف اللي يا الموجب والسالب هتتوزع على الايه؟ على بقية المكسفات يعني شوية شحنة هيخش على المكسف الاولان وشوية على الثاني وشوية على الثالث فالشحنة هنا جزقت فبالتالي بقى عندي بدل ماقول بقى كيو كلي هيبقى كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة ولما اجيب الشحنة الكلية في التوازي اجمع كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاتة دي بقى بعض النوتس كده او الملاحظات اللي عايزكوا ياولاد تسجلوها لان دي اهم نقطة في الفن الشاطر او في الطالب المجتهد او الطالب اللي يجي مسألة كده يتبص عليها ويحلها بسرعة او ينزل يعمل تمرين في الورشة كده والمدارس يروح جايما يدي له تلاتة اربعة مكسفات ويقول له وصلهم لي عشان اطلع اكبر قيمة او وصلهم لي عشان اطلع اظهر قيمة على طول بقى يستدق نفسه كده والزاكرة بتاحت ويجيب الرمات من دماغه كده والروم كده يقول ايه اه ده انا لو عايز توالي على طول كده هيديني ساعة صغيرة ولو عملتهم على التوازي يديني ساعة ايه ساعة كبيرة يبقى انا كده حققت الكلام بتاع المستر او حققت النظرية اللي بتقول لي في حالة التوالي بنحصل على اصغر ساعة للمكسف وفي حالة التوازي بنحصل على اكبر قيمة للمكسف تعالوا بقى نشوف المسائل بالجنة ازاي وبنحلها مع بعض ازاي يلا بينا كده نشوف بيقول لي ايه في الاول خالص بيقول لي عندي تلات مكسفات الاولان اتنين والتاني واحد والتالت اربعة مايكروفراد متصلين على التوازي حلو مع مصدر جهد قيمته متين وعشرين فولت احسب قيمة الساعة الكلية يعني عايز سي توتل اللي هي الساعة المكافأة او الساعة الكلية واحسب كذلك قيمة الشحنة الموجودة على كل مكسف اه خلوا بقى لكم بقى التواصيل ده توازي فلازم يقول لي هات الساعة براءة وانت هتقول لي بمجرد النظر كده المستر قال لينا على طول هجمع اربعة وواحد واثنين يبقى خلصة حلو الشحنة هنا بقى هنجيبها ازاي طب تعالوا عشان ما نحرقش المسألة كده نبص الراجل عمل ايه قال لي الساعة في حالة التوازي لسه واخدين القانون من شوية ان الساعة الكلية بتساوي سي واحد اللي هي ساعة المكسف الاول زائد ساعة المكسف التاني اللي انا بقول عليها سي اتنين زائد ساعة المكسف التالت اللي بقول عليها سي تلاتة تعالوا كده بقى نعود تعود مباشر هنشيل سي واحد ونحط اربعة ونشيل سي اتنين ونحط واحد ونشيل سي تلاتة ونحط اتنين اجمع بقى جامع ابتدائي اربعة وواحد خمسة واثنين سبعة يبقى المكسفات الكلية هنا كام سبعة مايكروفرات خلوا بالكوا بقى هنا المكسف كان اربعة والمكسف كان واحد ومكسف كان اتنين لما ربطوهم مع بعض بالتوازي اداني أكبر قيمة للسعة يبقى الكلام بيتحقق نظر وعمل يهو قادي التطبيق بتاعي في المسألة هو طب دي أول مطلوب في المسألة المطلوب التاني بيقول لي إيه بقى هاتلي الشحنة على كل مكسف طب ليه قال لي على كل مكسف من عندي قاعدة بتقول لي إن في حالة التوازي إن الشحنة بتتجزة وليس إيه لك كلام ده من شوية تعالوا بقى نشوف لإيه الشحنة بتجي إزاي أو السعة كلها بتجي إزاي مش أنا عندي قانون بيقول لي إن Q1 بتساوي C1 في V آه يا مستر مش الشحنة هجيبها ثلاث مرات طب ليه جيبتها ثلاث مرات برافع عليك لأن أنا عندي ثلاث مكسفات فالمكسف الأولاني ليه سعة اللي هي باربعة لما أضرب أربعة في 220 يطلع بـ 880 ميكرو كلوم المكسف الثاني لو عايز أجيب الشحنة بتاعته هضرب سعته في فرق الجه الواحد في 220 بـ 220 ميكرو كلوم المكسف الثالث Q3 بتساوي يبقى بتساوي السعة الثالثة في فرق الجه السعة كام 2 وفرق الجه بـ 220 يطلع 440 طب كده إنت جبت الشحنة عالمكسف الأول وجبت الشحنة عالمكسف الثاني وجبت الشحنة عالمكسف الثالث طب لو طلب منك بقى الشحنة الكلية برافو عليك سامعك كده وإنت بتقول لي إنت والبنت الشطرة اللي بتقول لي ايه يا مستر الموضوع سهل هنجمع التمنمية وتمانين والمتين وعشرين والربعمية واربعين يديني كيو توتل او الكيو الكلية او الشحنة الكلية حلو الكلات يبقى الملاحظة بقى دي برضو خلوا بالكوا منها لو انا هجيب الشحنة بتاع المكسف الاولاني هضرب ساعته في فرق الجهد والشحنة في المكسف التاني هضرب ساعته في فرق الجهد والشحنة في المكسف التالت هضرب ساعته في فرق الجهد ولو انا عايز اجيب الشحنة الكلية اعمل ايه يا مستر هجمع Q1 زائد Q2 زائد Q3 يديني الشحنة الكلية الموجودة عندي في المسألة بتاعتي طيب يبقى انا هنا بقى خلوا بالكم لو جينا عملنا المسألة دي على التوالي عايز كده واد شاطر او بنت شطورة كده تقول لي يا مستر ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتغير ايه اللي هيتغير كتير قوي هنلاقي المكسب بتاعي الشحنته سابتة لكن ساعة تتغير تعالوا بقى نشوف التطبيق ده هوت في مثال تاني بيقول لي ايه بيقول لي عندي تلات مكسفات واحد اربعة واحد تمانية واحد ستاش او ستاشر وتمانية واربعة مايكروفرات متصلة على التوالي مع مصدر جهده متين وعشرين فولت احسب قيمة الساعة براءة واحسب قيمة الشحنة الكلية اه شفت بقى ايوة كده الشحنة الكلية هنا طلبها مني مباشرة هناك ما قاليش الشحنة الكلية قالي الشحنة على كل مكسف لان الراجل عارف ان في حالة التوصيل على التوازي الشحنة بتتجزق فلو عندي عشر مكسفات يبقى هجيب الشحنة عشر مرات ايه وعتينسى المعلومات دي تعالوا بقى نشوف الراجل هيحل المسألة ازاي بيقول لي ايه مشانا عندي التوصيل توالي يبقى القانون بقى مش اقول سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة لا هقول واحد على الساعة الكلية بيساوا واحد على المكسف الاولان اللي هي سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة شيل وحط يعني ايه شيل وحط اه السي واحد هشيلها وحط مكانها اربعة سي اتنين هشيلها وحط تمانية سي تلاتة هشيلها وحط ستاشر بقى لحسب عادية خالص او او اوحد المقامات زي سنة ربعة اه هنا اوحد المقامات او بقى عشان اوحد المقامات نعمل ايه ناخد الكبير ناخد 16 ما اخدش الاربعة لانه ما ينفعش اقسم 4 على 16 لكن ينفع اقسم 16 على الاربعة فباخد العامل المشترك برافو عليكم الاجبر شاطرين في الرياضيات هوت هاخد ال 16 عامل المشترك وقسم 16 على الاربعة يدين اربعة وقسم 16 على التمانية يدين اتنين وقسم 16 على الستاشر يدين واحد اجمع بقى 4 و 2 6 و 1 7 يبقى الناتج تلعب كام ب7 على 16 ايه وعتقول لي كده انا خلصت المسألة يا مست ده انا عايز الساعة الكلية الليها سي توتر فهضرب طرفين في وسطين وعشان بقى ما نتعبش نفسنا وقولونا احنا في الرياضة مش قد كده يا مستر شقل باخر ناتج يعني ايه شقل باخر ناتج يعني بدل ما تقول 7 على 16 قول الساعة الكلية بتساوي ايه بقى 16 على السبعة فلو اسمنا 16 على 7 يدين اتنين و 28 من 100 مايكرو فراد هنا بقى ملاحظة كبيرة عايزك تعرف المكسف ده كان بربعة والمكسف ده كان بتمانية والمكسف ده كان ب16 لما وصلتهم على التوالي اداني اتنين يا نهرة بيض يعني قيمة اقل من الاربعة بكتير اللي هو اصغر واحد فيهم اللي هو اصغر واحد فيهم اللي هو اصغر واحد فيهم كان اربعة فاصغر واحد كان اربعة والتاني كان تمانية والتالي كان 16 ده لو انا وصلتهم على التوازي يا مستر هيدين قيمة كبيرة هيدين اربعة وتمانية اتناشر اتناشر وستاشر تمانية وعشرين لكن هنا لما وصلتهم على التوالي اداني 2.28 من 100 قيمة صغيرة لو طلب بقى مني الشحنة هقوله الشحنة بتساوي ايه برافو عليكم مش احنا اتفقنا مع بعضنا من شوية ان الشحنة هنا سابتة يعني ايه سابتة يعني انا هجيب الساعة كلية اللي هي طلقت 2.28 من 100 اضرابها في الجهة اللي هو 22.20 يطلع 500.3 ميكروفراد هنا هجيبها مرة واحدة بس مش هجيبها كتير تمام كده طيب تعالوا بقى ناخد الملحظات دي مع بعضنا كده ونشوف احنا عملنا ايه النهاردة اول حاجة عملناها قولنا المكسر المكسر ده بنشوفه في الموبايل بنشوفه في اللاب بنشوفه في البردة بتاع الغسالة بنشوفه في الحاجات دي كلها بس احنا ما كناش نخبانة منه بس كنا بنستخدمه كنا بنجي ناخد فلاش كده لقطة كنا بنجي مثلا نشتغل على الغسالة والتلاجة كتقديم وتأخير الحاجات دي كنا بنتعامل معاها الكبير أو 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 إمكانياته عالية أو في الدايلة الكهربية لأن وظيفته الأساسية حفظ وتغزين الشحنات الكهربية المكسفات زيها زي أي حد في الدنيا ليه إخوات وليه ولاد عام وليه عيلا فعيلته إيه مكسفات سابتة ومكسفات متغيرة والسابتة قلنا منها بقى البلاستيك ومنها الサرميك ومنها الميكة ومنها الورقية المتغيرة لعو vardır بس اللي يسموها المكسفات المتغيرة أو القلب بتاعها هوة يعني يه القلب بتاعها هو يا مستر يعني اقدر اوسع الالواح واقدر اضيق الالواح لان اتفقنا مع بعضنا ان مساحة سطح اللوح بتقصر على الساعة وبتقصر على الشحنة كل ما مساحة سطح اللوح تزيد اوي 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 كل ما الشحنة تبقى زيادة كل ما المكسف يبقى ساعته كبير طيب تعرضنا الحتة مهمة جدا في توصيلة التوالي والتوازي وقلنا نقطتين في غاية الاهمية اولاد ايه هما يا مستر اننا لو عندي مكسف واثنين وثلاثة واربعة ومرمين كده قدامي مثلا على البنش او على الطاولة عندي في الورشة وعايز اجيب قيمة كبيرة اولي المكسفات على طول كده وصل توازي لان انا عندي في حالة التوازي بجمع ساعة المكسف الاول زاعت ساعة المكسف الثاني زاعت ساعة المكسف الثالث فبيديني الساعة الكلية عن طريق قانون بيقول ايه سي واحد زاعت سي اتنين زاعت سي تلاتة فبالتالي هطلع بنقطتين في التوازي ان الشحنة الكلية بتتجزأ يعني كيو واحد بتسوي الساعة الاولانية فرق الجهد وكيو اتنين الساعة التانية فرق الج وكيوه ثلاثة الساعة الثالثة في فرق الجهد. لو انا عايز اجيب الشحنة كلية بجمع واحد واثنين وتلاتة. لكن المكسف نفسه كمكسف كسعة اكبر ما يمكن في حالة التواسف. عن نقيد بقى في التوالي. لو انا جبت مجموعة المكسفات وركبتها مع بعضها توالي يديني اصغر قيمة بش كده وبس. ده اصغر من اقل مكسف فيهم. يعني كان عندي مكسف اربعة وتمانية واثناشر. لما وصلتهم على التوالي اداني قيمة صغيرة جدا. مع ان المكسف النتاج اللي طلع في الاخر طلع اثنين وتمانية وعشرين من مية مع العلم. ان اصغر مكسف في الدايرة كان اربعة ماكروفرات. فبالتالي لو انا عايز اكبر الشحنة او اكبر الساعة اوصل على التوالي. لو عايز اصغر الساعة اوصل على ااسف. لو عايز اوصل مكسفات على التوالي. هاخد اكبر 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 كيمة ولا اصغر كيمة اصغر كيمة يا مستر. لو عايز اكبر كيمة اوصل على التوازن. كده لمينا مع بعضنا المكسفات كوحدة مهمة جدا ورئيسية في حياتنا وما لها من اهمية يبقى ايه لحاجة صغيرة بقى استخدامات المكسف ده ايه قلنا شحن وتفريغ بس وبيحفظ شحنات بس لا ده بيشتغل في حاجات كتير جدا بيشتغل في الشواحن بيشتغل في المبدلات بيشتغل في البردات بتاع الغسالات وال والاجهزة الحديثة كلها ركب فيها كده لانه بيشتغل كوحدة مكملة وكوحدة تغذية وكمصدر كده لتغذين وحافظ الشحنات الكهربية اللي فيه اي مكان عايز تحفظ شحنة حطه مكسف والمكسف بتختلف انواعه وتختلف مسمياته تابقا او تابعا للمساحة بتاعته كل ما مساحة الالواح بتزيد كل ما يديني ساعة اكبر كل ما قللت المساحة كل ما الساعة تبقى ليلة حتة بقى مهمة جدا قبل من انها حلقتنا ان شاء الله المسافة بتاع اللوح تتناسب عكسيا مع 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 الساعة بتاحتي يعني كل ما المسافة بتاع اللوح ده بتزيد كل ما لو ديّأت أول المسافة يديني ساعة كبيرة كبرت المسافة يديني ساعة ايه صغيرة خلوا بالك المسافة مش مساحة المقطع او مساحة سطح الالواح كده تكون وصلنا للنهاية حلقتنا إيه لها كانت المكسفات اتكلمنا عن أنواحها اتكلمنا عن تعرفها عن رمزها عن لو وصلت على التوالي إيه اللي يحصل لو وصلت على التوازي إيه اللي يحصل كنت سعيد جداً كنت معكم النهاردة أتمنى لكم يا رب أعمد رأسي سعيد جداً جداً وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية كتيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم